إذا كنت عمالك تستخدم أي برامج مثبتة باستخدام فلاتباك فأكيد لاحظت أنه في عندك بعض الأمور اللي ما بتشتغل أو ما بتظهر بشكل مطابق لنظائر هاي البرامج في حال كنت مثبتها باستخدام مدير الحزم الخاص بتوسيعتك فممكن على سبيل المثال أنك تشوف أنه الخطوط ما لها مطابقة لخطوط النظام أو أنه ما يكون في عندك وصول لبعض المسارات الخاصة وبشكل أساسي المسارات المحجوزة للاستخدام فقط من قبل النظام أو ممكن المثال الأكتر وضوحاً رح يكون أنه الثيم رح تظهر بشكل مخالف للثيم اللي عمالك تستخدمها على نظامك سواء كان هذا البرنامج هو مكتوب باستخدام كيوت أو باستخدام جي تي كي طبعاً هذا السبب راجع لطبيعة الإيسوليشن أو العزل اللي بتتم على برامج الفلات باك فبهي الحالة لحتى نحل هاي المشكلة البرنامج الأساسي اللي لازم تكون عمالك تستخدمه أول برنامج بتثبته بعد تثبيت فلات باك هو الفلات سيل الفلات سيل ببساطة هو عبارة عن فرونت أنت أو طريقة للتعامل مع الكومنتس اللي ممكن أنك تستخدمها من التيرمينال مباشرة لحتى تغير الأزونات والصلاحيات الممنوحة للبرامج المثبتة باستخدام الفلات باك فهلأ تثبيت الفلات سيل هو بالأساس بغاية البساطة بغض النظر عن توزيعه لأنه راح نثبته باستخدام الفلات باك فمجرد أني قل له فلات باك إنستول فلات سيل راح يدور على هاد البرنامج ويثبت ليه بكل بساطة بعدين استخدام البرنامج راح نشوف أنه سهل جدا 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 أنا راح أعرض مثال على كيفية استخدامه على مستوى النظام وعلى مستوى الآن جوجل كروميوم بس أنت ممكن أنك تستخدمه بالشكل اللي بدك إياه فهلأ بعد ما ثبتت البرنامج وفتحته راح شوف أنه راح يعرض لي على يسار الشاشة أو يسار النافذة قائمة بكل البرامج اللي أنا مثبتها باستخدام الفلات باك بالإضافة للقسم الأول اللي هو الـ Global أو الـ All Applications هلأ إذا غيرت أي إعداد بـ All Applications راح ينطبق على كل البرامج أو إذا كنت بدي غير إعداد واحد لبرنامج محدد فممكن أني غيره بالبرنامج اللي أنا مثبته طبعا هلأ خلينا نشوف شو هي الأشياء اللي ممكن أنك تعملها هلأ ممكن أنك تعطي البرنامج صلاحيات وصول للإنترنت ممكن أنك تعطي صلاحيات آيا دي بس ممكن إذا كنت عمالك تستخدم الـ X-Org ولسبب من الأسباب برنامجك ما قدر يوصل لـ X-Org بمعنى أنه البرنامج ما اشتغل بالمرة فممكن أنك تفعل الـ X-Org إذا كنت من الناس الثورجيين اللي عمالهم يستخدموا الـ Wayland أو أي Compositor Wayland فممكن كمان إذا برنامجك ما كان عنده وصول للـ Wayland أنك تفعل وصول الـ Wayland إذا كان في عندك برنامج لسه بيستخدم الـ X-Wayland يعني هو برنامج Legacy بس بيشتغل مع الـ Wayland باستخدام الـ X-Wayland ولسبب من الأسباب أثناء تثبيت البرنامج ما تعرف على الـ X-Wayland فممكن أنك تفعل الـ X-Fallback to X-11 واحد من الأمور الثانية إذا كان البرنامج فيه إلو ممكن أنه يحتاج صلاحيات الـ D-Bus أو الصوت فكل هاي الأمور ممكن أنك تغيرها باستخدام الـ Flat Seal لحتى تعطيه صلاحيات وصول لهاي الأزونات هلا من أهم الأمور اللي لازم تحطها ببالك أنه وقت اللي عمالك تعطيه صلاحيات للشيء بالأساس هو ما كان فيه إلو صلاحيات أنه يوصل له فأنت بهذه الحالة ممكن أنك تكون عمالك يعني ما بدي أقول أنك اتعرض نظامك للخطر بس لازم أنك تكون حريص وحذر بالصلاحيات اللي عمالك تمنحها للبرنامج فبرنامج ما بيحتاج صلاحيات وصول للإنترنت لا تعطيه صلاحيات وصول للإنترنت برنامج ما بيحتاج صلاحيات أنه يوصل لمسار الروت لا تعطيه صلاحيات وصول للروت خلينا بالبداية نشوف كيف رح نحل مشكلة الخط هلا أنا حكيت بفيديو صار عمره أكتر من سنة كيف ممكن أني غير الخط العربي باستخدام الخط العربي على نظامي بالكامل فرح اترك رابط الفيديو وطبعا أنا في عندي الملف اللي كاتبه اللي استخدمته لحتى تغير هاد الخط مثل ما لاحظنا بالبداية أنه الخط بـ ان جوجل كروميوم ما طلع خط التجوال اللي أنا حاليا عمالي استخدمه طيب كيف رح نحل هاي المشكلة باستخدام الفلات سيل هاد رح اعمله على مستوى النظام بالكامل أو على مستوى الـ Global لكل الـ Applications فلو اجيت بالقسم الأوسط من الشاشة للقسم اللي هو الـ File System بقسم الـ File System في عندي Other Files بهذا القسم رح ضف له المسار اللي موجود فيه ملف الـ Configuration الخاص بالخطوط فهلا أنا ضغطت على زر إضافة فولدر جديد أو مسار جديد ورح اجي للخانة اللي موجودة عندي أنا وين موجود هاد الملف عندي كان موجود بالـ .config فرح نقل له XDG طبعا لازم يكون في عندك XDG Desktop Portal مثبت والXDG-Deer-Users كمان مثبت بالنسبة للXDG-Deer-Users أنا عامل فيديو عنه أكيد رح اتركه بسندوق الوصف فهلا رح نقل له XDG- بعدين config هاد رح ياخد ملف مسار config الخاص بالمستخدم بعدين رح نقل له سلاش وشو كان المسار اللي أنا حاطت فيه الفوند.conf كان اسمه font config طيب قبل ما أرجع وأعمل إعادة تشغيل عن جوجل كروميوم خلينا نشوف كمان كيف رح أعطي كيف رح غير الثيم الخاصة بالGTK والكيوت هلا أنا كمان هاد لسه مالي حاكي عنه كيف ممكن أنك تغير الثيم ممكن أنك تكون عمالك تستخدم LX Appearance ممكن أنك تكون مسبت الثيمات بشكل يدوي ومأنشئ ملف الثيتنجز الخاص بالGTK 3 أو الGTK 4 في حال برامج الكيوت لازم أنك تكون مسبت برنامج الكيفانتم على باستخدام الفلات باك وباستخدام مدير الحزم يعني لازم يكون في عندك نسختين من الكيفانتم هلا أنا مثبت كل هاي البرامج فما رح أرجع ثبتها من جديد بس كمان لازم أنك تكون مثبت الثيم 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 اللي بدك تستخدمها هلا أنا الثيم اللي عمالي استخدمها مؤخرا اللي هي ADW داش GTK 3 هلا هاي على void ما لها موجودة موجودة على الفلات باك بس بمستودعات void ما لها موجودة فعلى void بالنظام ثبتتها بشكل يدوي وعلى الفلات باك ثبتتها باستخدام الفلات باك انستول هاي رح تعطيني شكل مطابق لل GTK 4 ولكن للتطبيقات اللي بعدها بتستخدم الجي تي كي 3 هلا صار في عندي الثيم اللي بدي استخدمها مثبتة صار في عندي الكيفانتم مثبت وعندي الفلات سيل مثبت خلينا نشوف قبل ما نرجع للفلات سيل شو هو شكل الconfiguration الخاص بثيم GTK 3 لانه رح استخدمه هاد الملف انا بالاساس عامله وموجود عندي بمسار dot config gtk dash 3 واسمه settings فبهاد المسار اهم بهاد الملف الشي الوحيد او اكتر شي بيهمني انه يكون بيبتدي بكلمة settings موجودة ضمن قوسين مربعين وبعدين في عندي gtk dash theme dash name يساوي اسم theme اللي انا بدي استخدمها هلأ الامور التانية طبعا كلها لها علاقة بالtheming بس انا اكتر شي بيهمني هو الاسم theme اللي بدي استخدمها طيب هاد الملف متل ما حكيت موجود ضمن ال dot config فلو رجعنا لل flat seal خلينا نرجع لقسم applications او all applications وكمان بعدني بال file system رح اجي اضيف المسارات الخاصة بال gtk 3 gtk 4 gtk 2 في حال لسه في عندي بعض البرامج اللي بتستخدم gtk 2 فبحالة هاد الكلام كلها كانت موجودة بال dot config فكمان رح نقل له xdg config slash او ونسينا بالسطر الاول اللي ضفت فيه الخط انا لحتى خلي اللي flat pack يوصل لهاد البرنامج او لهاد المسار بس read only بس يكون في عنده صلاحيات قراءة ما مسموح له انه يعدل على محتويات هاد المسار فبعد ما عطيته المسار رح قل له نقطين r o رح ضيف r o لكل هاي المسارات وبعدين في عندي مسار واحد ما رح ضف له r o هلا بعدين رح نضيف gtk فرح نقل له gtk 2 dot 0 كمان رح قل له نقطين r o رح انسخ هاد السطر وضيف gtk 3 وال gtk 4 طيب لسه في عندي كمان الكيفانتم فرح نضيف مسار الكيفانتم اللي هو كمان موجود ضمن dot config بس هاد المسار الوحيد اللي كلمة كيفانتم الحرف الاول اللي هو k capital اذا تأكدنا من المسار الاصلي فلو قلت له ls dot config رح شوف انه الكيفانتم وينو موجود بحرف capital فلهاد السبب حطيته capital طيب متل ما حكيت انه لسه انا في عندي طبعا هذا الكلام بينطبع على استخدامي انا ممكن انه انت ما يكون في عندك استخدام انه في عندي بعض المسارات اللي ما قدرت اوصل لها على سبيل المثال وقت اللي بدي ارفع فيديو جديد لليوتيوب انا بالاساس الفيديو هات حاطتها على على هارد خارجي فالفلات باك ما عنده وصول لهاد الهارد بدي اجي بس لبرنامج الان جوجل كروميوم هذا الوحيد اللي بدي اعطي وصول لهذا المسار فكمان رح اجي لقسم الفايل سيستيم اللي هو هون هلأ متل ما اللي شايف انه انا ما دخلت بان جوجل كروميوم اي اوبشنز او اي مسار بس هو باعتبار اني عرفتها بالجلوبل مباشرة طلعت عندي عليه في فيديوهاتي طبعا هاد الكلام ممكن انه انت ما تعمله وهاد ما رح اعمله read only لانه بيستخدموا لاشياء لحتى تكون قادر اني اقرأ واكتب بهاد المسار فرح خليه على وضعه طيب هلأ هاد المسار لو رجعت لقسم الجلوبل رح شوف انه ما طلع هاد خاص بس بهاد البرنامج هلأ بحالة اللي كيوت بحالة التطبيقات اللي بتستخدم اللي كيوت لحتى يتعرف عليها او ياخد الثيم الخاص فيها لحتى استخدم الثيم اللي بدي اياها رح ارجع لقسم الجلوبل ورح اجي بدل ما يكون بالفايل سيستيم رح اجي للإنفايرومنت هلأ بهاد الانفايرومنت رح ضيف متحول جديد اللي هو رح يكون باحرف capital qt underscore theme وبعدين رح اعطي الاسم اللي بدي استخدمه انا بدي هاي البرامج تستخدم الثيم اللي انا ضبطتها بالكيفانتم فرح نقل له كيفانتم هاد كل شي بديه لحتى تظهر عندي اللخطوط بشكل صح الثيم بشكل صح ويكون في عندي وصول للمسارات اللي بديها هلأ بعد ما خلصت من كافة الاعدادات الشي الوحيد اللي لازم اني اعمله هو اني عيد تشغيل البرنامج اللي عمالي استخدمه وليس الفلات سيل فهلأ لو اشيت ورجعت وعدد تشغيل الان جوجل كروميوم رح شوف انه الخط صار هو خط التجوال اللي انا عمالي استخدمه على مستوى النظام بالكامل لو اجيت بدي حاول لنقول بدي شوف اذا الثيم رح تشتغل ولا لا خلينا نحاول نحفظ هاي الصفحة اذا نتذكر بالبداية اول ما شغلنا الفيديو اول ما عملنا الفيديو كانت هاي الواجهة او هاي النافذة عمالها تطلع بثيم بيضة هلأ صارت ثيم ال-adw-gtk3 اللي هي ال-dark ثيم اللي انا حددتها اللي موجودة بملف ال-config الخاص بال-gtk3 نفس الكلام رح ينطبئ على على تطبيقات اللي كيوت ليش؟ لاني حطيت له ال-environment variable اللي هو كيوت ثيم هلأ المسار اللي انا حكيت انه بالبداية ما كان في عندي وصول اللي هو ال-m-n-t لو اجيت ال-other locations واجيت ال-computer رح شوف انه ال-m-n-t صار ممكن اني اوصل باستخدام ال-flatback طبعا مثل ما حكيت بالبداية لازم تكون حزر مع الصلاحيات اللي عمالك تعطيها لبرامجك ومتل ما شفنا انه انا لا عملت اعادة تشغيل ال-computer ولا عملت تسجيل خروج ولا اي شي مجرد اني عملت اعادة تشغيل للبرنامج اللي بدية يا ربي كون الفيديو عجبكن بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة